اشتركوا في القناة 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 نقلي كيلحة مليح من الجهتين نصمر ذائب الهوار نتحمر مليح ثم نضيف الهوار لذلك نتحمر ونحمر بشكل ببيض ثمت بأسفلات مليحة مضانة مليحة ثمت بأسفلات مليحة نقلة الزيت وكما كانت كبيرة ثمت بأسفلات مليحة قلع تماطن مليحة بما تقلع المليحة تجمع المليحة ثمت بطرق المعضة هناك ملعقة مصبرة وحلتها في شوية مليح مليح وعندها الملعقة مليح مليح ويجعلها لا يستطيع تستغنى لأنها لا تريد حمراء يجعلها الملعقة مليح لا يوجد ملعقة مليح كبرت لي مشاء الله في الدار نقل مليح تمات المتاعي كي نحسها بالتجمر التمليح نزيد حوالي كأس تعمى هذا ما كان ماشي بزعب نحصله على هذه السلسة فقط باش نقدمها مع الكوايا تتعمى يعني حاجة خفيفة وضريفة وهذا نزيد التوابل عندي كوركومس زنجبيل مع فلب الأسواد وفلفل حار نضيف ملح نخلطه ثم نزيد ديبولات نغلق التنجرة طيب على النار قليلا تنشف كامل من الماء يعني نصف حوالي 10 دقائق على النار متوسطة يعني بدأت تنشف يعني نقصت هذه السلسة قاعدة طبق هنا ممتاز لإختيار لامك نقصت تقدمه مع بطاة مرحية كيف حدث انا قدمته للغرحة خفيفة وضريفة نزيد نغلق نضيف تاجين نضيف تاجين نضيف تاجين سهل مهل و جبل زفرين كما قدت لكم انا قدمتها غير واحدة قدمتها مثلها قدمتها مع ارز و بطاة مرهية من اختها وقدمتها مع خبز ونقوم بشكل أبيض و اكتبت معكم في فيديو و نزلته بالزهر بنها داكل الخبز ولكن وصلنا لنهاية الفيديو ونقول لكم لا تنسوا ليش جمال الفيديو وخلوا لي تعليقات الشابة ونقول لكم اطهال الله في الوحدكم وإذا قدرتوا تبارتجوا الفيديو ما يرألوا اصدقائتكم ولا في الفيسبوك ولا في جروب ولا في الفيديو ولا في الانستجرام نقول لكم ربي جزيكم وبكل الخير ان شاء الله وربي يعطيكم واشتتمنى كمساعدة منكم لي فقط إذا نحن خلي لكم وصفة الخبز هنا في صندوق الوصفة اشتركوا في الوحدكم ودونتم في رعاية الله وحفظي وإلى الملتقى إن شاء الله